أنا برضو بأجد في موضوع التحكيم ده كمان تحديداً لأنه أنا الإسبوع اللي فات إذا كان هناك أخطار واضحة في بعض المباريات ولكن أنا دايماً بلاقي بعض المسؤولين السابقين اللي تمت إقالتهم من لجنة الحكام بلاقيهم موجودين في السؤوليات بشكل شبه إسبوعي وميأمونش حاجة غير الهجوم على رئيس لجنة الحكام الأجنبي ما رأيك حضرتك؟ كتير وفيه نجوم سابقين في التحكيم بعد المباريات مباشرة أنا متابع أنا سأقعد كده عامل زي اللي ريموت كنترول ده اختراع لا ريموت كنترول ده اختراع بلف كده على القنوات فبلاقي الراجل راجل أو اتنين يعني شغالين في كل القنوات طب أنتوا بتطلبوا باحترام قرارات التحكيم ولو أنت بكرة تم اختيارك في أي عمل في لجنة الحكام هل ده هيبقى نفس الموقف ما اعتقدش لسبب أنا بقول كده مش مش أي كلام قبل كده كان فيه ناس بيهجموا ولما بيخش اللجنة بيبقى حاجة تانية هل إحنا هنا بقى ما أنا عشان كده بتكلم على إيه انتقاد الحكام من قبل الحكام أنا شايف أنه مسألة صعبة جدا ليه لأنه المفروض الراجل الحكم السابق ده الناس اللي سدقوا أكتر مني ده راجل بتاع بتاع تحكيم أنا لو لو انتقادتك ماشي يعني لو أنا انتقادتك كصحف أبناء مجال واحد أبناء مجال واحد يعني أولاد كار زي ما بيقولوا فالمسألة دي لابد من وضع ضوابط لها برضو مش أي حد يطلع يهاجم بس إحنا يا سيد جمال داخلين في سكة أنا بس هنا ما عليش يا سيد محمود برضو لأنه مهم جدا طب لماذا لا يبادل اتحاد كرة القدم بحماية يعني احنا شفنا ما حدث سابقا مع كلاتنبرج وكلنا انتقادنا ما حدث مع كلاتنبرج ولم يقوم اتحاد كرة القدم بدوره في حماية رئيس تجنية الحكام لماذا لا يبادل اتحاد كرة القدم من الآن هذه المشكلة مناط ورأس الأمر فين في ضعف الاتحاد الكرة في تطبيق القانون حتى على مقالك انطبق القانون على مين اللي هنتقد التحكيم من رئيس نادي الجهاز الإداري كله اللي في اي حد يخرج عن نص انعاكم احنا مع حدرتك هنا احنا تعبنا من كتر تكرار اللي بيحصل برة انه مفيش حد يقدر ينتقد حكام وانا رئيس اجد حكام وايه اعتى المدربين لما كانوا يخرجوا عن نص في الدولة الانجليزية العقاب كان يدوب بيخلص يكون صادر العقاب بيقافه وغرامة مالية لكن انت خلاص انت حضرت كرامة الجميع منتظر ايه ما النهاردة عندك في الماتش النهاردة في ماتشين تلعبوا النهاردة فيهم قرارات خطيئة اخرهم ضربة الجزاء بتاعتك قرارات الفنية نتكلم فيها ولكننا نتكلم على اللوايح والقوانين وعدم تطبيقها وعدم المبادرة بحماية هذا الرجل اذا لم يكن رئيس التحاط الكورة واللي معاه جديم في حماية اللعبة والحفاظ عليها مش هتحقق ذلك غير بحماية الحكام الله ينور عليك تحت ايه بص وحماية الحكام يكون بتطبيق القراءة على الكبير قبل الصغير بالضبط اذا لاحظ الصغير ما يحدث مع الكبير هيكون في المغرب أستاذ جمال أستاذ جمال علام هذا السلاء يعني أو أستاذ زكبار زي الأستاذ محمود صبري وأستاذ جمال الزهيري بيقول لحضرتك طبق كل اللوايح وكل القوانين احمي الحكام احمي حكامك ولولا قدر الله حصل حاجة من النادي الأهلي أنا متأكد بس أنا بقول لحضرتك لو حصل حاجة طبق القانون يا فندم وطبق اللائحة ولكن طبقها على نادي الأهلي وعلى أندية الزمالك وعلى كل الأندية يعني الزمالك والأهلي والإسماعيلي وكله كله كله فده اللي احنا بنا تمناه والأهلي لما يقالوه وجهة نظر في التحكيم بيعبر عنها بشكل لا بشكل رسمي صحيح بيخاطب اتحاد الكرة بالفعل صحيح ما بيحصلش يعني المجلادة دي يعني أنه جلد الحكام وجلد رئيس لجنة الحكام فيه ناس بيتكلموا دلوقتي بدأوا يقولوا يمشي يمشي وكمان لو جابوا واحد تاني لازم تماشوا اللي معاه يعني يعني مفروض إحنا نتعاقد مع لجنة حكام كلها من بره كويس والتحكرة بقى كمان معنا نجيب كمان التحكرة أجنبي إنجلترا كده جيب لنا شوية أعضاء وشوية ورئيس الاتحاد ولجنة ماشي وانت ليه لجنة الحكام براحدش الرب لا 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 لجنة الحكام دايما بتبقى تبعة للاتحاد وتبع تحاد أكبر كل عمرها كل الأندية في العالم وكل الدراب العالم لم تبع مش كل الأندية كل الاتحادات كل الاتحادات ولكن من حق ربطة الأندية إنها تقول أنا عايزة كذا وتساهم في كذا وكذا وكذا لكن لكن التبعية المباشرة الدائم للتحاد الكرة القدر وخلي بلك دعمها للإستقلالية يعني عشان ما يبقىش ربطة الاندية تبقى مثلا الرابطة هي الاندية فبالتالي لا يمكن أن تكون تبقى استقلالية انها تبقى زال رابطة لوحدها لا 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 لازم يبقى فيه حد هي حتى وهي لجنة تابعة اتحاد الكورة لاستقلالية طبعا لاستقلالية لأنه هو مفترض أن يكون رئيس لجنة الحكام هو اللي بيتحاسب من اتحاد كورة القدم